السلام. كنتمنى يلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال يا رب. ونتمنى يعجبكم هاد الوصفة دي اليوم اللي هي الفلان اوزوه. والفلان بالبيض. كي يجيزوين. ونتمنى تجربوه. غاد يعجبكم بزاف. عدنا هنا في المقادر يطعو ديال الحليب كامل الدسم. واستدي البيضات. عدنا فاني. وعدنا الملح. وعدنا المولا افلان. عدنا مية جران تاع السكر ومية جران السكر. مية جران السكر لفلو. ومية جران السكر الكاغاميل. اهنا غادي نبدو به هاد الكاغاميل هو اللي ونصاوبوه. كندير انا غير السكر ما كنديرش الماء. وغادي نخفقوه العافية تكون مهيلة مهينة يعني مينموم اللي غادي نديرو. تحت السكر باش ما يتحرق لناش في ساع. وغادي نبقا ندورو غير بيدنا. هاكيا هاد. هاد طنجرة هادين دورو غي بيدنا ما نستعملوش مغرفة. غادي بداي يدو بوحدو. بحالة شكل هاكيا. وكنتمنى تردو البال مع الكاغاميل لانا لا تزهزي تعليه يقدر يتحرق وما يجيش زوين ماداق ديالو مع الفلون. بحال هاد الشكل انا وقع لي مشي جيبتي حاجة هو يولي لي في هاد الكولور. ولكن ماشي مشكلة كل غير هو الى الى فلتعليه سافي حيتعينكم عليه يقدر يتحرق ليكم. مهم خلينا حتى يبرد هادك الكاغاميل في هادوك الليمول. جينا اللي هنا درنا يطرو ديال الحليب فوق النار. في الكاسر هنا وزنا علي شوية ديال البودخ ديال فاني. الحليب يكون كامل الدسم كي يجي حسن من الحليب بالموباستر. هنا خليته ما غديش تخليه تيفيد. هو ما يكونش الحليب دافي. وما نخليهش تتيفيد يعني سخون مزيان وما فايدش. باش ما يخسرناش البيض يطيبو لنا. هنا درت تستديا البيضات كاملين ودرت معا مياد قرنط على السكار. شوية على الملحة او الملح. كنخلطوه هنا مزيان البيض. والسكار حتى يتطربوه مزيان. كاللي كيتطربوه بطرر بكهربائي دي تهوو كيخرج مزيان اللي بغا. هنا غدي نجيبوه الحليب. ونكبوه شوية بشوية. باش ما يطيب لناش البيض ما نكبوهش كله. نكبوه ونخلطوه مزيان. كيف قلنا باش ما يطيب لناش البيض. بحالة قدر شوية بشوية. بحالة دي شكلها هذا. هنا شاطلي الحليب في الكاسرونة. غدي نخليه. وغدي نزيد عليه هاد الخاليط هذا. باش يبقى عندي يطره كامل. هاو شاطلي هاد الحليب. ما غديش ننقصه. غدي نخليه. لانه محتاجة يطره كامل. وهنا غدي نزيد عليه هاد الخاليط اللي اللي درته. ونصفي. ضروري صفي. كي يحيدنا بزرد الحويل يقدر يكون عندنا بيت مطاب او لمكوار او لاشي حاجة. دائما نصفي. نصفي والفلون. غدي نخلطوه شوية. وغدي نديرون في هاد الليمول هادو. الكراميل كان يبس في هاد الليمول. دبا غدي نكبو عليها الحليب. غدي نقسموهم زيان. يجيو قد قد. هادا الشكل ديالهم. من بعد غدي نتاقل غدي ناخد واحد اللطة الفران. بحال هاد الشكل. ونضع فيهم هاد اللي هاد اللي بتمول هادو. وغدي نصبع الليمول ماء سخون. طيب بحال اللي كنديرو الاتاي. يعني ضروري ما يكون سخون بزاف. هاد اللطة غدي نديرو فيها النص ديال الماء. بحال هاد الشكل. فاش غدي طيب الفلون. هاو ما في الفران. باش هنبعد خرجنا هم طابو. قدنا الفران مية وستين دراجا. والمدة ما بي ربعين خمسة وربعين دقيقة. ما تزيدوش كتر. لان يقدر للفلون ما غديش يجيكم زيان الاخدال الطيب تزاف. او اللي لاخداء اقل. مية وستين مدة تحت ربعين خمسة وربعين دقيقة. اهنا حلينا بهاد الشكل هادا في الجنب. وغدي نقلبوه في الطبسيل. هادي الطريقة اللي تقدروا تقلبوا بها باش ماي. باش ماي. باش ماي يخسر لي كومش او لي تهرس. صراحة الفلون هادا الطعم ديالو واعر بزاف. هادا الشكل ديالو. شوف كيف داير. زوين بزاف ورطب من الداخل. ودك عاطي داك البريون ديالو. وفن غزال غزال بزاف. حسن من اللي دوك الباكية اللي كان شريو من البيس ري ديال هاكاك فلون غبرة. هادا حسن ديال الدار. كنتمنى يعجبكم الفيديو. ودعمونا بلايك وابوني. وتعليق وبرتاج. فضلا وليس امرا. وشكرا و الى فيديو اخر ان شاء الله.